الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التريفزون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالله سيسي الأهمية المتزايدة لتجمع بريكس باعتباره تجمعا قائما على التعاون والاحترام المتبادل بين الدول ويعكس كذلك الحرص على تكثيف التشاور والتنصيق مع الدول الصديقة والمؤثرة من خارجه بهدف تحقيق المصالح المشتركة جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بقمة تجمع بريكس بالاس المنعقدة بمدينة قازان الروسية كما أكد الرئيس السيسي أن اجتماع البريكس يأتي في ظرف دولي دقيق يموج بالأزمات والتحديات المركبة ويشهد تهديدا لمصدقية النظام الدولي متعدد الأطراف وتغلب عليه النزاعات الحمائية والسياسات الأحادية وأضف الرئيس السيسي أن مصر تؤمن بضرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز التعاون جنوب جنوب كإحدى السبل المهمة لمواجهة التحديات الراهنة قال مصدر أمني مسؤول إن وفدا أمنيا مصريا وعسكريا رفيع المستوى التقى رئيس الموساد ووفدا من الشاباك في إطار الجهود المصرية المكثفة لعودة المفاوضات ووقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار بالمنطقة هذا وشدد المصدر المسؤول على أن مصر أكدت للوفد الإسرائيلي رفضها للعملية العسكرية الجارية بشمال القطاع وحذرت من خطورة استمرار إسرائيل في إعاقة عملية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة إلى ذلك رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو باستعداد مصر للتوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة بعد مباحثات في القاهرة بين مسؤولين مصريين ووفد من حركة حماس وقال مكتب نتنياهو في بيان أنه بعد الاجتماعات في القاهرة أمر نتنياهو رئيس الاستخبارات العسكرية الخارجية الموساد ديفيد برنيع بالتوجه إلى الدوحة لمناقشة سلسلة مبادرات تهدف إلى استئناف المفاوضات من أجل الإفراج عن المحتجزين ميدانيا استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مربعا سكنيا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة الذي يشهد عملية إبادة وتطهير عرقي منذ عشرين يوما وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد وإصابة 150 فلسطينيا من بينهم نساء وأطفال في قصف لطائرات الاحتلال لعشرة منازل على الأقل في منطقة الهوجة وسط مخيم جباليا مشيرة إلى أن المواطنين في المنطقة المستهدفة أطلقوا نداءات استغاثة للمساعدة في نقل الجرحة إلا أن تواقم الإسعاف والإنقاذ واجهت صعوبة في الوصول إلى المكان بعد أن عطل الاحتلال عملها في شمال القطاع من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن خمسة جنود قتلوا وأصيب سبعة آخرون في المواجهات بجنوب لبنان وتصاعد الصراع في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن قصفت إسرائيل جنوب لبنان والضحية الجنوبية في بيروت وسهل البقاع وقتلت عددا من كبار قادة حزب الله ودفعت بقوات عبر الحدود في المقابل أطلق حزب الله صواريخ في عمق إسرائيل رياضيا توج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الخامسة عشر في تاريخه بعد فوزه على الزمالك برغلات الترجيح بنتيجة سبعة ستة بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف كان الأهلي قد تأهل لنهاء السوبر بعد فوزه على فريق سيراميكا كيلوباترا بنتيجة اثنين واحد فيما صعد الزمالك بعد تغلوبه على بيرومتز بركلات الترجيح بنتيجة خمسة أربعة بهذا التتويج يبدأ الأهلي الموسم الجديد بإحراز لقب هام قبل مباراته المرتقبة أمام العين الإماراتي الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي وذلك في الدور الثاني من بطولة كأس انتركنتينتل